العنود من تركيا تقول تقدم لشاب وتفكيره يقول لا يوجد خليفة للمسلمين ولا يمكن صلاة الجمعة والجماعة ويعني تقول بأن يقول المرأة عورة أو شيء من هذا القبيل تقول يعني هو على خلق لطيف ولين لكن هذا أحس بأنه متشدد هل يجوز القبول به؟ أختي العنود من تركيا بارك الله فيك فيما يظهر بأن هذا الشاب الذي غلو وتشدد وتنطع وقد يكون ضحية أفكار لا تتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة ولذلك لا تقبلن به زوجا حتى ينظف قلبه وعقله وفكره من هذه الأفكار الدخيلة على أهل الإسلام ولذلك قوله لا يوجد خليفة للمسلمين هذا كلام باطل ومردود عليه فجميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة منذ قديم الزمان وهم يقولون بوجوب طاعة أولاة الأمور كل في دولته ولا يجوز الخروج عليهم هذا متقرر عند أهل السنة والجماعة ألا إما الأربعة مالك وأبو حنيفة قبله والشافعي وأحمد هؤلاء الأم المتبوعين وجد في عهدهم استقلال الخلافات والدول ما أحد أنكر قال لا تطيع فلان أطيع فلان أو كذا أو أبطل هذه الولايات هذا كلام الخوارج ولذلك أخت الفاضلة لا تستمعين له ولا تقبلين به حتى يجلس عند أحد طلبة العلم ويجلس معه ويناقشه وينظف الفكر لأنه قد يكون ضحية قراءة مغلوطة أو يكون ضحية انتماء لجماعات ليست من أهل السنة والجماعة خاصة ويقول بأنه ليست هناك جمعة ولا جماعة هذه عقيدة الخوارج هذا منهج وفكر الخوارج فاحذري يا أخت الفاضل ولا تقبل به زوجا لأن هذا سيؤثر على الأولاد ولذلك قولي له إذا جلست مع أحد العلماء أو طلبت العلم وقلت ما عندك من شبهات واستفت سأقبل بك أما إذا بقيت على مثل هذا الفكر لا تقبلين به بارك الله فيك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا يكفي الخلق فقط لين وطيب وخير لكن الدين لا يكون مبتدعا لا يكون واقع في بعض هذه الأفكار الخطيرة التي لا تتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر